أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة برامج التوعيات وحملات التطعيم للمواطنين ضد فيروس كورونا عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عواط تاج الدين واطلع الرئيس السيسي على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالة الحرجة حيث وجه بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجماعية كما وجه بتعزيز حملات التوعيات للتأكيد على تلقي كافة الأطفال حديث الولادة للتطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال والجرعات المنشطة منه الرئيس السيسي وجه أيضا باستكمال العمل على إنشاء مراكز تصنيع وتجميع مشتقات البلازمة على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة أعلن البنك المركزي ارتفاع صوفي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد إلى 37 مليار دولار و124 مليون دولار بنهاية إبريل الماضي وأنقلها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن البنك المركزي قول إن تلك الزيادة تأتي مقارنة بشهر مارس الماضي حيث سجلت الاحتياطات الأجنبية خلال مارس 37 مليار دولار و82 مليون دولار أعلنت كوريا الشمالية تسجيل 262 ألفا و270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن السلطات الصحية بالبلاد سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس وأضافت الوكالة أن بيونج يونج تكثف انتجها من الأدوية والإمدادات الطبية بما في ذلك المعاقمات ومقاييس الحرارة والإمدادات الطبية الأخرى فضلا عن تجهيز المزيد من أماكن العزل وتكثيف أعمال تطهير في جميع أنحاء البلاد وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود على إقامة المسابقة الدولية لكتابة المصحف الشريف خلال شهر شعبان القادم تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف قال للشيخ أن المسابقة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمتميزين في كتابته ومشاركتهم أيضا في شرف كتابة مصحف كريم مع تبادل الخبرات والأفكار بين الخطاطين بما يعود على خط المصحف الشريف بأفضل النتائج بحثت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليمز مع سفيرة نلويغ في ليبيا التطورات الأخيرة على الساحة الليبية ونتائج الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والأعلى للدولة الجارية في القاهرة حتى عشرين من مايو الحالي وذلك بهدف التوصل إلى إطار دستوري توفقي وسليم يمكن من إجراء انتخابات وطنية في أقرب الآجال عمليا وعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أوضحت ويليمز أن اللقاء شهد تحديد التأكيد على الضرورة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض في الظروف الحالية وتجنب كافة الأعمال والخطابات الاستفزازية قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش إنه على اتصال مكثف مع روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة استعادة صادرات الحبوب الأوكرانية وسط أسمة غزاء عالمية متفقمة وخلال اجتماع بالشأن الأمن الغذائي في الأمم المتحدة نشد جوتاريش روسيا أن تسمح بتصدير الحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية على نحو آمن وأن تصل الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية دون قيود وقال جوتاريش إن الأزمة الأوكرانية تهدد بدفع عشرات الملايين من المواطنين إلى حالة من العدام الأمن الغذائي يليها سوء التغذية والمجاعة في أزمة قد تستمر لسنوات ورياضيا تعادل النازي الأهلي أمام ضيف البنك الأهلي سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الإسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز بهذا التعادل ارتفع رصيد النازي الأهلي إلى أربع وثلاثين نقطة جمعهم من خمس عشرة مباراة فقط محتلا المركز الثالث بجدوى لترتيب الدوري مؤقتا فيما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى خمس وعشرين نقطة محتلا المركز الثامن ختم موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي في قرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل